كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره لرئيس طائفة البهرة باسمه وباسم كل المصريين على مساهمتهم التي تكون دائما عنوانا للمحبة والمودة واشدد الرئيس السيسي على أن طائفة البهرة المتواجدة في مصر تعيش وسط أهلها بمتهى الود والاحترام والتقطير شكرك شكر جزيل باسمي باسم كل المصريين واسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دائما تبقى عنوان للمحبة والمودة وهنا مش حانسا أقول إن إحنا في مصر يعني طائفة البهرة الموجودين هم عايشين وسط أهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير وأتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين به مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده لكن بوسط الشعب المصري